وإعادة إيران ومن ثم الإرهاب وإعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط قضايا تصدرت جدول مناقشات ملتقى حوار المنام الاستراتيجي الذي استمر على مدار ثلاثة أيام وأمام سموم إيران الطائفية ورؤيتها الظلامية طمأن وزير الخارجية عادل الجبير الحضور بأن رؤية المملكة المستنيرة هي التي ستسود كما يبدد شعاع النور ظلمات الليل نحن في الشرق الأوسط لدينا رؤيتان رؤية مستنيرة تركز على النمو الاقتصادي والابتكار والتكنولوجيا وتوفير مستقبل أفضل للمواطنين ورؤية ظلمية تبحث عن نشر الطائفية والإرهاب وسيطرة على البلدان الأخرى ومن ثم إنعدام الاستقرار في المنطقة رؤية نعمل عليها في المملكة ودول الخليج وأخرى هي الرؤية الإيرانية لكن لا يساورنا قلق بشأن مصير المنطقة إذ سيكون أفضل أكثر ازدهارا وأكثر سلاما سلام تختفي معه الجماعات الإرهابية من المنطقة حيث شدد الجبير على العمل مع الشركاء للقضاء على أفكار جماعة الإخوان المسلمين التدميرية التي هي أساس فكر تنظيمات كالقاعدة وداعش والتكفير والهجرة وجاءت القضية الفلسطينية ليؤكد الجبير من جديد على ثوابت المملكة حيالها قبل أي تطبيع عربي مع إسرائيل المملكة ليس لديها علاقات مع إسرائيل نعتقد أن مفتاح التطبيع مع إسرائيل عملية السلام التي تستند إلى مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في بيروت عام 2002 وبعد السماح للفلسطينيين أن يقيموا دولتهم على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية هذا موقفنا ولم يتغير في حين أعتبر الجبير أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مسؤول عن ما آلت إليه الأزمة السورية بعد تردده في تسليح المعارضة والتدخل الروسي في البلاد وفي خضم الأحداث المتلاحقة والتحديات التي تواجه المنطقة أكد وزير الخليجية البحرينية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أهمية المملكة ودول الخليج في الحفاظ على استقرار المنطقة مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية التحالف الإقليمي الاستراتيجي المقترح مع الولايات المتحدة إلى جانب مصر والأردن نحن ما زلنا ملتزمين بجعل مجلس التعاون الخليجي محورا للاستقرار الإقليمي وننظر إلى دوره على أنه جهة فاعلة إقليمية مهمة إلى جانب دول أخرى كي نساعد المنطقة لتعود للاستقرار على ضوء الأزمات التي واجهناها خلال سنوات الماضية وهنا أشير إلى أهمية الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة لإنشاء تحالف استراتيجي للشرق الأوسط فهو ليس ضد أحد وهو ليس تحالفا دفاعيا محت فهو شراكة اقتصادية تسعى لتعزيز الاستثمار المباشر والاقتصاد بين الدول الأعضاء المنتدى الذي يُعقد سنويا شهد مشاركة دولية واسعة وكبيرة تجلت في حضور أكثر من خمسين وزيرا ومسؤولا من خمس وعشرين دولة على مستوى العالم ما يؤكد حرص دول العالم على بحث سبل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط كي تنعم المنطقة بالتنمية والرخاء بعد سنوات من الخراب والدمار بسبب الإرهاب وداعميه لبرنامج هنا الرياض شهاب شعلان